الهجمات الأمريكية البريطانية تزداد وقلنا أعتقد أنا وأنت في اللقاء بأنها هي رسالة كانت تريد إيصالها لجماعة الحوثي وليست مؤثرة بذلك الحد لكن ماذا يحدث الآن؟ هل هناك أهداف حقيقية أمريكية بريطانيا لإضعاف جماعة الحوثي أم أنها مجرد ضربات؟ بعد التحية لك وللمشاهدين الكرام طبعا حتى أي مقاربة لفهم ماذا تصنع أمريكا وماذا تصنع إيران تستدعي عدة نقاط أولا هذه الحرب أمريكا غير راغبة فيها هذا التدخل ابتداء أمريكا غير راغبة فيه لكنها مضطرة إليه هذه نقطة الأمر الثاني أن إيران راغبة بهذه الحرب وخططت لها مبكرا واستعدت لها بإفادة السلاح إلى اليمن منذ سبع سنوات إذن هي حرب استعدت لها إيران وترى أنه من المناسب أن تقرر الولايات المتحدة الإمريكية إلى حرب بعيدة عن أرضها حتى تستنزفها وحتى تشتت العالم كله حول التخصيب المتعالي الآن الذي قيل قبل ثلاث أيام أنه قرب من صنع قنبلة نووية وأيضا تساعد روسيا لأن الأنظار انشغلت عن حرب أوكرانية إلى البحر الأحمر إذن هذه أول مقاربة لفهم ما الذي يدور في البحر الأحمر ليس حوثي يناصر غزة وليس عملية قرصنة هو بالنهاية حرب بين الحرس التوري الإيراني وبين الأمريكان من الذي أراد لهذا الأمر إيران لمصلحتها أن تشعل المنطقة لأنها تريد أن تتواجد في البحر الأحمر في الخطة الخمسينية الخمينية وفي الوثائق وثيقة أم القراء تقول النظرية الإيرانية أن حدود إيران تبدأ من حدود أفغانستان وتنتهي في مصر وباب المندب حتى مكة هذه الخطة لا يمكن أن تؤتى إلا إذا استطاعت إيران أن تكون موجودة في البحر الأحمر وموجودة في العراق وسوريا واليمن ثم بعد ذلك المشروع القادم عن الضربات الضربات الأمريكان لأنهم لا يرغبون في هذه الحرب لا يبدلون أقصى قهدهم في مطاردة الحوثي أو ضربه هم يحاولون بقدر الإمكان ضربات خفيفة أملا في حوار ما يفتح مع إيران أو مع الحوثي لغلق الملا طيب الحوار هذا الذي تتأمل فيه كما قلت الولايات المتحدة الأمريكية مع إيران برأيك أمريكا بكل قوامها الاستخبارات الكبيرة ألا تعب مثل هذه التفاصيل ألا تعب أن إيران دائما تختلق مساحات مثلا غير مساحة أراطيها لتصفية حساباتها مع الولايات المتحدة لماذا لا تضغط أو تأتي للحرب من أبوابها وتقطع دابر الشر كما تقول أمريكا تعي ومراكز الدراسة الأمريكية تعي والإدارة الأمريكية تعي والخارجية الأمريكية كل هذا مفهوم لكن في الصراع السياسي والصراع العسكري لا يكفي أن تعي شيء أنك قادر على تقاوزه أمريكا خطتها كانت قربت حربين كبيرتين في منطقتنا في أفغانستان وفي العراق الحروب الأمريكية منذ 2011 حتى اليوم كلفتها 6 تريليون دولار اتخذت الإدارات المتعاقبة قرارا نهائيا أنه لا ندخل أي حرب في هذه المنطقة مقددة لا صغيرة ولا كبيرة إذن هي غير راغبة لأنه الكلفة حرب أمريكا غير حرب العصابة حرب عندما تتكلف عصابة باليوم مثلا 100 ألف دولار تتكلف أمريكا 20 مليون دولار في الحرب هي خوفا من الكلفة الاقتصادية المرهقة وأمريكا الآن هي أكبر دولة مدينة صحيح أنها أعلى اقتصاد عالمي لازل أمريكا لكنها أيضا هي أكبر مديوم في العالم إذن هي تعي هي تفهم ولذلك لماذا تتهرب من المواقهة الشاملة المواقهة الشاملة وبذل كل القهد يعني تعالف أن صاروخ باتريوس واحد يكلف أمريكا 2 مليون دولار غير الأشياء الأخرى هي تحاول بقدر الإمكان أن لا تخسر مالا وقندا وتوفد وتدخل في صراع كبير لأنه سيستنزفها ولذلك هذه نقطة ضعف أمريكا في هذه اللحظة لا تنسى أنه قبل سنة وقبل كذا كانت أمريكا تنسحبنا المنطقة أنت سمعت أنه سحبت بطارية البتريوس خففوا التواقد في العراق في أماكن كثيرة كانت هذه الخطة الأمريكية من 2011 وعجزت أيام أوباما وهذه الخطة ما زالت من جون كيري إلى جون كيربي الآن إذن هذه نقطة الضعف هي لا ترغب لماذا لا تحارب؟ لأنها تحاول الذهاب إلى حل دون حرب